قبل أن المباراة القادمة يخرج إزاي من جو الخسارة المباراة النهائية برضو خسارة المباراة النهائية شيء كبير بالنسبة للعابين حتى على الأقل بص يا إسلام أنا عايز أقوله على حاجة بأمانة يعني الآلي مأثرش في البطلتين اللي هم اللي كسبهم كان بصراحة هايل كسب البطلتين إنك عندك رغبة شديدة جدا تحقق اللقب التالت وكان إنجاز هيبقى إنجاز تعلم رجع شوية كده إحنا ما كناش أحسن حاجة من أول بطولة يعني لو رجعنا بطولة أفريقيا وإحنا ماشيين من الأوائل من الأول يعني ما كانش أحسن حاجة لأداء ما كانش أحسن حاجة صعبنا تاني سندونز كسبنا رايح جاي بعدين بعد كده سندونز خرج فإحنا غيرنا من الشكل بتاعنا قادرنا نوصل نهائي بالشكل ده كله ووصلنا نهائي يعني أنا مش عايزة عايزة أحمل الفريق والجهاز الفني أكتر مما يستحقه أنت مش كله مبرانة هيها هتوصل هتكسبها طبعا خلينا نشوف الفرق الكبيرة ونشوف الفرق بصرحة للناس أنت ما كنتش يعني يعني الأداء طبعا ما كانش كويس وده ليه ظروفه وظروف ما هياش طبيعية أن أنت تلعب فريق برضو بتلعب مع فريق بشعبية الوداد جوه المغرب الموضوع مش سهل الموضوع مش سهل وموضوع بصراحة تعدد بحاجة زي ديه كابسي محمد كمدير فني طبعا أه وأنا مدير فني أه قابلت الترجي كان هناك في كسبنا ثلاثة وغيرت غلبنا ثلاثة هناك بس أنا ساعدة كنت مدير كورة كنت مدرب عم ومدير كورة يعني أنا أصدقين شفت الأجواء مش سهلة وعندك كمان النقطة التانية كمان أن أنت ما حول المباراة الظروف اللي حول المباراة الكلام الكتير اللي كان قبل المباراة والأحداث اللي حصلت من الجانب المغربي يوم المباراة كل الحاجات دي بتأثر بشكل طبعا مش طبيعي على اللعيب لكن في النهاية أنت خسرت بطولة الأهلي لما بيخسر بطولة بيقوم على طول وبيبدأ يركز في اللي جاء في اللي بعده وبيبدأ يشتغل ويفوز بالبطولات بعد كده يعني النادي الأهلي نادي كبير ونادي عنده شعبية كبيرة وعنده نجاحات كتيرة جدا ولما بيقع بيقدر يقوم بسرعة دي مهمة جدا ودي سمة البطل أنه لو خسر ماتش خسر بطولة يقدر ينمي نفسه وخلاص احنا خسرنا الماتش لكن عندنا بطولة دوري خسرناها السنة اللي فاتت فاحنا مطالب أننا البطولة دي ترجع تاني لبنادي الأهلي وبالتالي محتاجة تضحيات ومحتاجة تركيز ومحتاجة خلاص أنا أعتقد اللعيبة خرجت خلاص من الأجواء بتاعت خسارة النهائي وفي نفس الوقت كمان ده دور الجهاز بقى يعني دور الجهاز سامي أمصان وسيد عمحفيز ومعهم طبعا وأكيد طبعا الجهاز بقى اللي هو مسلماني والمعالي الأجانب مهم جدا أنه هما يشتغلوا على الحتة دي ويبدأوا يدخوا دم جديد ويدخوا لعيبة عندها رغبة عندها عشان يعمل منافسة تاني عشان يبدأ يشتغل بشكل كويس اشتغل بشكل كويس اشتغل بشكل كبير قبيل